تعالي بعد النموذج اللي هم الغموض الأكبر والغرائب الأكبر ميمو وجمال رمسيس جمال وميمو رمسيس آه ده ده مشهور قوي إبن طنطفائي ده حدوديد بقى ده فهه سياسة بقى وعرفها يعني ميمو اللي هو كان الشرير جمال اللي هو لوسي ابن طنطفائيه فيلم شاعب ده مين فيهم بقى ده جمال ده ميمو ده ميمو رمسيس الاثنين ارتبطوا ببعض، الاثنين اصلا من شوبرا، ولوسي هو، ولوسي طبعا ده اه، ده تقريبا يعني اعلى ده عايز اقولك انه توقع له المخرجين والنقاد في الفترة دي، الفيلم ده 1960 شاهد حب، فاطين عبدالوهرب طبعا ده فيلم ملوسي الشبه، افلام فاطين كده ملاش شبه طبعا، طبعا، هو اكتشفه في فاطين لما عرض عليه، كان مندهش، هو طبعا عايز اقولك قصته من بداية انه هو امهم ايطالية وابوه بمصر كان لهم خال في امريكا، بعد الأب ما توفى استدعاهم كرجل اعمال تقريبا وقتها استدعاهم عاشوا معه فطرة طويلة جدة لو يقال انهم يمثله في بعض المسلسلات الامريكا عشان كده ميتكلمون بتقيمونه بتقيمت أربع لغات يعني انهم عاشوا في امريكا، إيطالي، 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 فرنساوي ايه، حتى الشخصية اللي اتكرها اللوسي ده الشخصية فرنسية في الوقت ده طريقة اللبسي سرينس دي والفن التشكيل يعني كانوا منفتحين على الغرب أو الثقافة الغربية جم من أمريكا اكتشافهم فاطين عبدالوهاب هم كل واحد مثل فيلمين فقط لغير اه فقط لغير اتنين واحد مشترك واحد كل واحد لوحد المشترك بتاع اسمان ياسم بوليس سيري اللي هو لما عمل فيلم الرقص اسمها إيه اسمانية مع سلامنا بوسي والفيلم التاني شاتن وملاك ميمو رمسي مستنوا اللي هو الطفل اللي خطفها معنش رأى بعضها ده وجمال مثل بتاع ابن تدروس ابن تانتفاكية في إشاعة حب هم فيلمين سم اختفوا بعد ذلك اسأ اسباب الاختفاء شوفي حاجات كتيرة اتقالت البعض قالوا ان كانوا على خلاف مع ان كان لهم بعض الأراء السياسية فانخلاف مع نظام عبدالناصر في الستينات فاسابوا مصر فجأة وراحوا أمريكا وده كانت خسارة كانت عاملة بالضبط يعني كانت زي قنبلة يعني اختفاءهم هو العودة إلى الولايات المتحدة العودة إلى الولايات المتحدة السابر ما فيش معلومة يعني على حكاة تدخلهم في السياسة إنما كان يقال إنه خالهم مات وراحوا يدير أعماله هناك واختفوا تماماً حتى ما زالتش أي معلومة بعد كده عنهم من ساعة الرجوع ولكن كان الوسط الفني بس هل مثلاً عايشين توفين؟ المهور دي بقى دي برده مش معلومة اختفوا تماماً آه لم يبحث عنهم أحد آه عشان كده لما اختفوا كانت صدمة في الوسط الفني طبعاً طبعاً يوسف وعبي بالحوار الديالوجي الشهير ده مين يا سبيحة؟ لا وعنده ثقة في الأداء هذا مش راجل يا بابا ما نقولت كده الحوار الشهير اللي كلنا عافزينه أي وهو عمل الشخصية أبهر بها فاطينا عبدالوحي ده ايه لما شافه شافه قصة تالية قالت عن جمال رمسيس لو أنت تفتكري بس طبعاً بعد ما ظهرت الصور بعد كده يعني تم تفندها اللي هو كان يقال عليه إنه هو ده رافة الهجان لو تفتكري ببدايات صح الجزء الأول وخاصة إنه كان تسريحة محمود عبدالعزيز نفس التسريحة بالشعر المدلة كده هو كانت الناس فاكرة لوسي ده إنه هو ده رافة الهجان حقيقي هو لأنه طبيعة التسريحة اللي ظهر بقى محمود عبدالعزيز أنا شككت الناس وطرين تعاملوا وبعدين اختفاءهم اختفاء لوسي فطرة ستينان فافتكرون لكن طبعاً بعد ما ظهرت الصور الكلام ده ظهر ده مش حقيقي